بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة ميتين وستة لمجلس الوزراء هذه الجلسة نسميها جلسة حق العودة وهذه الجلسة تنعقد في يوم الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة التي يحييها شعبنا في كافة أماكن تواجده واليوم سيعتل السيد الرئيس منصة الأمم المتحدة حيث سيتم لأول مرة إحياء ذكرى المؤلمة في الهيئة الدولية وسيقدم السيد الرئيس باسم 14 مليون فلسطيني سردا لرواية أصحاب الأرض الإصليين ضحايا نكبة عام 48 ويفند الرواية الإسرائيلية المزيفة والكاذبة النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عام ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورة العدوان ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقنا ولإفشال المشروع الصهيوني لاستعماري التوسعي ولا يزال شعبنا يقدم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن في الضفة والقدس وغزة وآخرها ضحايا العدوان الإسرائيل الهمجي على قطاع غزة الذي خلف 33 شهيدا بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومئات الجرحى والمشردين ممن هدمت منازلهم وفقدوا مأواهم في الذكرى الخامسة والسبعين أثبت شعبنا أنه حتى وإن مات الكبار فإن الصغار لا ينسون وبعد خمسة وسبعين عاما من النكبة لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة فالعودة حق أصيل لأبناء شعبنا اللاجئين في كل بقاع الأرض وفي يوم ذكرى النكبة نقول آن الأوان لصحوة الضمير العالمي والبدء في رفع الظلم التاريخي الذي ألحق دهر حركة صهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني هذا يوم نقول فيه بلسان 14 مليون فلسطيني أننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الممتلكات والملكيات وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة هذا يوم لنؤكد للعالم بأسره أنه ما ضاع حق وراء مطالب وأن لكل فلسطيني الحق في المطالب بالتحقق من ممتلكاته ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقهم مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيث ما كان اليوم وكما كل يوم نطالب بتوحيد جميع قوى التحرر والعدال والسلام والمساواة في فلسطين وفي العالم لمواجهة الاستعمار والاستيطان والاستغلال والظلم والتمييز العنصري حيث ما كان واليوم نطالب الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية بوقف استثناء إسرائيل من نفاذ القانون الدولي والإنساني ونطالب بإخضاعها للمساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي إن شعبنا العظيم يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مقدراتها متواصلة الأطراف القابلة للحياة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين لقد أعلن مجلس وزراء بالشراكة مع اللجنة الوطنية العليا لإحياك ذكرى النكبة عن العديد من الفعاليات والتي تنطلق هذا اليوم في كل أنحاء العالم ومن هنا في فلسطين لنقف موحدين من أجل فلسطين ومن أجل أرواح الشهداء من أجل الأسرى والجرحى ومن أجل القدس وفلسطين والعودة وعليه يشارك اليوم جميع موظفي ووزراء دولة فلسطين في هذه الفعاليات لإنجاحها ولكي لا ننسى ترجمة نانسي قنقر